توفت ابنتي بين يدي ولم أتمكن من إنقاذها بهذه الكلمات المؤلمة يتحدث وثيق عن ألم فقدانه ابنته عابدة ذات الأربع سنوات بعد مرض ألم بها ولم يستطع إنقاذها نزح من كدحة إلى دباع كانت معي بنت توفت قدام أسبوع ولم معي ثلاثة معاقين لا أحد أمثان وثيق حسن مرشد يعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال معاقين بالإضافة إلى أمه وزوجته ويعيشون ظروفا قاسية في إحدى هذه الخيم بمنطقة بني عمر بريف محافظة تعز جميعهم يقاسون ظروفا صعبة تحت خيمة شارفة على الانهيار بفعل حالتهم المتردية بعض منهم فيهم شلل وبعض منهم فيهم أمراض نعجية لا يعرف وجع النزوح إلا من نزح عبارة تلخص جزءا من معاناة عشرات الأسر التي فرت من منطقة الكدحة هربا من حرب ميليشي الإنقلاب بعد أن اجتاحت المنطقة قبل نحو عام ونصف نزحنا من الكدحة بسبب الحرب وأولا نزحنا إلى منطقة المشاولة العلياء الذي هي الخورة واستوى هناك شوية مشاكل بعد بعض الناس ورجعنا نزحنا إلى هنا ثاني مرة وهنا وضع مأساوي صعب جدا أكثر من مائة وخمسين أسرة تقطر هذا المخيم يواجهون أعباء مضاعفة نتيجة تركهم قراهم حيث هربوا وظل غياب السلطة المحلية ودور المنظمات الإنسانية والإغاثية في التخفيف من معاناتهم غائبا تتسع رقعة الفقر والجوع وتزاد عدد حالات النزوح مع تفاقم الأوضاع في محافظة تعز ليرتفع صوت الحرمان المنبثق من هذه المخيمات التي تحوي مئات المشردين والنازحين الذين لا يجدون قوت يومهم ولم يلتفت أحدا لمعاناتهم فواز الحمادي قناة بلقيس من مخيم النازحين في منطقة دبع تعز